السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية ندمنى تكونوا بخير ولا خير اليوم إن شاء الله رح نحضروا مع بعض سوفلي بطريقة المحلات شوفوا الوصفة اللي رح نحضرها اليوم معكم أحسن بمئة مرة من المحلات رح نشاركها معكم بعجينة مفضلة المعتمدة عندي ورح تتحصلوا لنتيجة مبهيرة بكل صراحة بدون مبالغة وطبعا إذا عجبتكم الوصفة عن نهار اليوم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة واضغط على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي على بركة الله نجوزوا لطريقة التحضير إذا نحتاجوا ملعقة كبيرة ممسوحة خمرت الخبز وملعقة كبيرة ممسوحة سكر عادي ونصف كاس تاع الماء دافي ونصف كاس تاع الحليب دافي وأقل من نصف الكأس تاع الزيت نزيدو حبا بيض ونصف كيس خميرة الحلويات القياس الكاس اللي استعملتو في هذا الوصفة 250 ميلي لتر وتقدرو تستعملو أي قياس متوفر عندكم يعني ماهمش هنا نبدأ نخلط المكونات كلهم مع بعضهم ونبدأ نزيد في الفارينة هنا شوفوا اللي بنا تركزوا معي ملح كمية الفارينة راح تزيدوها بالدريجي يعني راح تبقى على حسب الحاجة نزيدو نصف ملعقة كبيرة تاعة الملح والملح أيضا على حسب الضوء ونبدأ نجمع في العجينة التائم هنا تقدرو تجموها بالبطخة بيدكم ماهمش ماشي لازم في هذا الوصفة شوفوا البنات كما قلت لكم حالتي الصحية في الوقت الحالي الجهد والتعب ممنوعين عليها يعني انتم ما تقدرو تجموها غير بيدكم وكما عودكم دايما بدون عجنة وبدون دلك وبدون أي مجهود عجينة من أربع ما يكون وهذه العجينة سبق وشاركتها معكم في فيديو سابق وكنا حذرنا بها عدة وصفات الحمد لله الوصفة كانت نجحة مليار بالمئة وجربوها وكما قلت لكم رجعت وصفة معتمدة يعني عندهم جميعا وهنا كما راكم تشوفوا بعد مجمعنا العجينة التعنات حصلنا على عجينة طرية وكما نقول لكم دايما باش تنجحوا في المعجنات وتتحصلوا لنا نتيجة بزاف هاي لا الحجينة تعكم ما تدروها شناشفة هنشوفوا بينكم القوام تعالى الحجينة خاصة المبتدئات اللي راهم يتبعوا فينا راح نحطها في الغي سيبيو نغطيها ونخليها حتى تخمر الحجينة تعنا ما شاء الله مدة عشرين دقيقة إلا خمسة وعشرين دقيقة راح تخمر وتجي روعة اذا كما راكم تشوفوا العجينة تعنا ما شاء الله بعد ما خمرت ضعف حجمها نخرج منها الهواء بها الطريقة نحطها فوق البلوندد خافاي ونقسمها الى كويرات كما شفتوني سوفلي اللي حضرتوا معاكم اليوم درت حبة كبار انتوما إذا راح تديروا حبة صغير العجينة تعكم راح تقسموها من 12 كويرا الى 14 كويرا يعني على حسب الحجم اللي تحبوا تديروه العجينة إذا جاتكم تطلع سقفل يدين راح تعام نروحكم شوية على الفارينة نبدأ نكورها هكذا كما راكم تشوفوا موسيقى 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 لده فوق البلوندد خافاي ونبدأ نحل في العجينة تاعى بثوم كرقيق كما نقول دائما المملحات العجينة يستطيع تحلوها بثوم كرشين بايش ما يجوبكم معجنين هنا ما تكتروف الفارينة اذا بعد ما نحلو العجينة التاعنا راح نزيدوا الحشوة بالنسبة للحشوة بدون لحوم و بدون دجاج وبزاف بنينة وبزاف هايلام كما شفتون هنا راح نبدأ بلاسوس تاع بيتزا حضرتها معكم مش حال من مرة نزيدوا الطن اذا ما توفرش عندكم تقدرو تصنعوا عليه تعاوضوه بالبيض مغلي وتكترو الفرماج وتقدرو تعاوضوه بالافيونداشي بولياشي اللي توفره عندكم ما يهمش راح نزيدوا البصلة وانما نديروا الطن نزيدوا معه البصلة ونزيدوا الفرماج كما شفتون هنا راح ندير جوبنا المثلاثات تقدرو تزيدوا الجوبنا المبشور ونطوي بها الطريقة هكذا تضغطوه على الجوانب هنا نمسحو البلوندو تخافاي من الفارينا ونحطوه صنية تعنا نحن نفرشو لها ورق الطاهي شوفو هنا نواسعها كذا بيدي باش الشكل تاحا يجي متساوي هنا نزيد معاكم واحدة كما راكم تشوفو نرشو البلوندو تخافاي بشوية تاع الفارينا نحلوها بسمك رقيق كما قلت لكم باش ما يجوش مع الجنين شكرا نزيدوا الفرماج تقدرو تديروا اي نوع ماشي لازم تديروا هذا النوع اللي توفر عندكم ما يهمش ونزيدوا الجوبنا المبشور ونطويل عجين التاعي بها الطريقة ونكملوا كامل كمية بنفس الطريقة اذا كما راكم تشوفو هنا بعد ما اكملت نحطوهم بهالطريقة بالنسبة لورق الطاهي تقدرو تستغنوا عليه يعني ماشي لازم تديروه عندنا صافار حباء بيض مع نصف ملاقة كبيرة تاع الحليب نخلطوهم مليح وندهنوا ليسوفلي تاعنا واللي ما يحبوش البيض ولا عندهم حساسية منه تقدرو تدهنوهم بالحليب ولا بالماء مان في الهجينة اللي عندهم حساسية من البيض تقدرو تستغنوه لها ذيك الحبات على البيض ما تزيدوهاش هنا راح نزيدو ندهنوهم بشوية تلاصس تاع بيتزا نزيدو الزيتون الاسود ونطيبوهم في فرن لازم يكون مسخن مسبقا في مئتين دراجة سنيا نحطها في الوسط الفرن نشعلوه من الاسفل بعد ما يطيبو ويتحمرو من التحت نزيد نشعل عليهم من الفوق نزيد نحمروهم بهذا الشكل وهنا كما راكم تشوفو بعد ما طابو جون ما شاء الله شوفو البلات الشحال جاورو طبين وبزا بزا بزا خفاف راح نقسم معاكم واحدا شوفو هنا راي سخونة بزا شوفو ذيك النتيجة اللي تحصلنا عليها حاجة بسيطة سهلة و لذيذة جدا جدا وسهلين في التحضير ما ياخذوش منكم الوقت هذا الوصفة تحضروها كوجبة غدا ولا وجبة عاشاء ومناسبة جدا للأخوات اللي داروا الوصفات التاعي كمشروع هذا الوصفة راح تساعدكم بزا في كما شفتوها سهلة في التحضير مقادير بسيطة انتمنى ان شاء الله الوصفة تعالي نهار اليوم تنال إعجابكم و تجربوهم انا ننصحكم تجربوهم خطش وصفة بنينتها الصح و بزا بزا في هيلة اذا ما بقى لي غير نقولكم واذكوروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة وسلام ونتعالوا في روحتيكم في امان الله اشتركوا في القناة